السلام عليكم شباب رجعت لكم بحلقة جديدة واليوم يا شباب هي الحلقة الثانية من تحليلنا للحلقة 68 بارت 2 طبعا في اشياء كثير اتكلمت عنها في التحليل الاساسي اللي بعنوان تحليل كامل فاليوم يا شباب رح احاول اني اتكلم معكم عن نقطتين وطبعا يا شباب المفروض المفروض الحلقة البارت 3 تنزل خلينا نقول بعد اسبوع لا تنسى تتأكل انكم فعل جرس التنبيهات في القناة وادعس لايك وبسم الله موضوعي اليوم عن الهكر هذا واحنا سابق طبعا تكلمنا عن موضوع الهكر انه كيف هو عنده هذا الجهاز ومن وين جابه وعطيتكم بعض الاسئلة اللي حبيت انكم تفكروا فيها اللي هي انه لما دفك بهم نزل حلقة 67 كاملة حط شخصيتين وقيت لكم انه من الممكن ان الشخصيتين هادي هي تكون منه يكون العميل السري واللي جنبه هو الكاميرامان هذا طبعا اللي يميز الكاميرامان هذا يا شباب انه ستايله في اللبس مختلف عن الباقي وغير مكرر ففي احتمالية كبيرة يا شباب ان دفك بهم لما حط الشخصية الثانية هادي هو كان يقصد الشخصية هادي انه سلمه هذا الجهاز عشان انه يفتح البيبان بس احنا ما نعرف وش الاتفاق اللي بين هذا الكاميرامان والعميل السري للامانة ما نعرف بالضغط وش الاتفاق وطبعا في حلقات كثير من زمان احنا تكلمنا عنها ما رح يعني اعيدها من جديد لكن بطيقها بشكل بسيط ان العميل السري هو عنده اهداف خاصة ترى يا شباب فيمكن هو متعاون مع الكاميرامان هذا وهو مستغلينه يمكن يكون استغلال يا شباب ويمكن يكون تعاون حقيقي بنية صافية لانه الى الان احنا ما نعرف اهداف العميل السري يا شباب الى الان جواب هذا السؤال يا شباب يكون في الحلقات المستقبلية زائد المفروض نعرف اجوبة اكثر في الحلقة الجاية عن موضوع الباب الاحمر والمكان اللي ما فيه احد كأنه يا شباب فهذه هي الحاجة الاولى ففيه احتمالية يا شباب ان الجهاز هذا اللي عند الكاميرامان واللي الكل مستغرب منه من وين جبته لو تلاحظوا يا شباب هذا الكاميرامان سوله اول شي مثل ما قلنا لكم في التحليل الاول اول شي كان مستغرب بعدين اعطى لايك زي اللي كان قال لي يعني انت من وين جايب هذا الجهاز بس بعدين اعطى لايك والله خوش فيمكن هو حصل على الجهاز هذا من العميل السري او يمكن حصل عليه من خلال الاسكبيدي هذوله ليش اقول هذا الشي لان الكاميرامان هذا يا شباب هو ترى يعني واضح انه يعرف اشياء اكثر من الكاميرامان هذوله وواضح زي اللي كان هو اصلا كان موجود من قبل ما هم يدخلوا يا شباب ففي احساس غريب ان الكاميرامان هذا هو اصل موجود في هذا المختبر من زمان يا شباب وخلينا نقول انه مثلا هم الاسكبيدي هذوله صادوه وهددوه باشياء معينة والان هو خلينا نقول تحت التهديد يا انه يسحبهم ويدخلهم او انه الاحتمالية الثانية انه يساعدهم باهداف من العميل السري يا شباب هذه الحاجة الاولى بالنسبة للجوال الحاجة الثانية يا شباب عشان نعطيكم شوية تساؤلات اكثر بصراحة هذا الغستاني هذه اللقطة يا شباب لو تلاحظوا ان هذا عنده جوال وهذا الجوال زي اللي كانه نفس الجوال اللي عند الكاميرامان هذا السري خلينا نقول اللي مع العميل السري نسألكم سؤال الان اذا الجوال هذا اللي عند الكاميرامان اخذه من العميل السري فالمفروض الجوال هذا بعد من عند العميل السري بس ايضا ممكن تكون احتمالية ثانية ان الجوالات هذي هي اصلا كلها من عند الاسكبيدي هذولة وان كل اسكبيدي عنده جوال يتحكم فيه انه يفتح البيبان مثلا او شي فيا ان الجوال هذا اللي قاعد يستخدم الكاميرامان هو سارقينه من الاسكبيدي او ان الجوال هذا هو من عند العميل السري ويمكن فيه احتمال ثالث فمن الممكن ايضا انه يكون هذا اللي في ايده هو كتيب خشبي مثل هذا لان الكتيبات الخشبية هذي يا شباب يستخدموها في المصانع وايضا يستخدموها الدكاترة لتسجيل الملاحظات او تنفيذ الاوامر طبعا نصيحة اللي ما شاهد الحلقة الاولى من تحليلي الكامل الاساسي للحلقة اللي يكون فيه ردة فعلي ضروري انك تشاهده لانه يمكن فيه معلومات انا ما رح اعيدها ابعطيك اشياء زيادة الان هنا يا شباب بعد ما صارت التقليشة طبعا قلنا لكم انه زيلك انه فيه شخص اخترق التسجيل فالانذار هذا التقط من خلال الكاميرامان هذا يا شباب ليش التقط عشان يبلغ السيكوريتي انه فيه متجسسين في هذه المنطقة عشان كده انطلق الانذار يا شباب فكيف ما كان فيه احد منتبه يا شباب بس لما انطلق الانذار الناس انتبهوا فالان فيه ثلاثة اسئلة او اربعة اسئلة في هذه اللقطة طبعا راح نتكلم عن حاجة اكثر في هذه اللقطة اوكي يا شباب اللي قاعدين تشوفوها الان لكن الان خليني امشي معاكم حبة حبة اللي طلق الانذار يا شباب الاحتمالات اللي راح اعطيكم اياها الان هو موضوع التسجيل اللي في الزاوية لانه التقط اللقطة نقلها الى السيكوريتي والسيكوريتي انتبه في هذا المكان وشغل الانذار الاحتمال الثاني من الممكن ان يكون هذا التسجيل يعني من ارادة الكاميرامان هذا اللي قاعد يصور قاعد يسجل خلينا نقول يدويا او شي بس عشان يبغى يجمع الادلة هذا الاحتمال الثاني بالنسبة الى العبارة اللي فوق بالنسبة الى الاحتمال الثالث يا شباب ليش تم اطلاق الانذار لو تلاحظوا يا شباب ان هذول كلهم مشغولين وما حل منتبه لهم لكن والتر وايت مع الممثل الثاني اللي الى الان مو حاط بالي اسمه مو مهم انكم تعرفوا اسمه بس الاهم ان والتر وايت يا شباب هذا معروف لكن لو تلاحظوا بعد يا شباب انهم كانوا مشغولين الاثنين اوكي انا الاحتمال اللي بيحطه انه اول ما جد قدم قلينا نقول ان هدول الشخصيتين انتبههم وضغطوا على الاندار بس لو طلاحظوا يا شباب هم كانوا مشغولين مثل ما انتو شايفين يا شباب والتر وايت ما زالوا مشغولين وحتى الشخصية الغريبة اللي صايرة اخر شي هناك مو منتبهه نحاول فريم فريم مو منتبه يا شباب لو هم منتبهين نقدر نقول ان اللي ضغط على الاندار هم دول الشخصيات اللي موجودين في الكنترول هنا او قاعدين يرتبوا اشياء معينة طبعا نفهم من وجود والتر وايت هذا يا شباب ان اللي قاعد يصنع الكيمويات هذي هو والتر وايت هم متعاوين مع والتر وايت يا شباب هي شخصية يعني تفهم في الامور الكيميائية مو لازم نتطرق الى موضوع المسلسلة يعني حاطلن شخصية هذي تعبر عن موضوع الكيمويات اللي قاعد يتم تصنيعها حاليا هنا انطلق الاندار شوفوا يا شباب هنا انطلق الاندار بعد ما انطلق الاندار هذول التفوا توهم الحين انتبهوا يا شباب وطالعوا اوك لو تلاحظوا في اخر فريم انتبهوا يا شباب فاللي طلق الاندار هو مو هذة ولا الشخصيات اللي موجودين هنا في واحد من بعيد بعدين زوم عليهم وهم استغربين فهذه بعض المعلومات اللي انا ممكن الان اعطيكم اياها زائد يا شباب منرجع طبعا للقطة شوية هنا يا شباب اللقطة هذي اللي قلت لكم في حروف غريبة اتضح ان هذي الحروف يا شباب هي رابط من روابط دفوك بوم رابط غير مدرج وهذا الرابط الغير مدرج يا شباب هو من احد المقاطع اللي انا اتكلمت معاكم عنها اللي قلت لكم هذا المقطع فيه نوع من الجدل فدفوك بوم الان عشان خلينينا نقول يقطع موضوع الجدل هذا راح حط الرابط هذا الرابط هذا يا شباب هو المقطع الفيديو اللي كان فيه موضوع قدزلة والمسخرة اللي فيه فاللي سوى هذي الحلقة يا شباب هو نفسه دفوك بوم وريحنا بصراحة الآن نرجع إلى هذه اللقطة يا شباب طبعا أنا انتبهت لها في الحلقة اللي طافت بس حسيت أني لو بقعد أتناخش فيها بصير الحلقة طويلة الآن يا شباب هنا مثل ما أنتوا شايفين هو ضوء أخضر واضح ضوء أخضر فهل الضوء الأخضر هذا يا شباب هو دليل على وجود العميل السري هل العميل السري هو already موجود أصلا داخل فإذا كان العميل السري هو موجود هنا داخل هو وش قاعد يسوي هل هو قاعد يساعدهم لأن لو تلاحظوا يا شباب إنه في اسكيبيدي واجد هنا مستحيل إنه ما أحد يلاحظه مستحيل إنه يكون دفك بوم شخصية متخفية في هذا المكان هي قريبة مرة من المصنع إذا بيكون العميل السري هنا موجود فإذا العميل السري هو هنا موجود معنات الإسكيبيدي هذول اللي موجودين في هذا اللاب وفي هذا المصنع متعايشين ومتقبلين وجود العميل السري معاهم وإنه مو عدو معاهم فهو قاعد يساعدهم بعد نفس الشي يمكن يكون فنرجع إلى نظرية قديمة من زمان يا شباب ما أتذكر واش الحلقة إنه دفك بوم هو يساعد الكاميرامان ويساعد الإسكيبيدي لأهداف الشخصية ومن ضمن الأهداف الشخصية إنه هو وشو يبغى الحرب تستمر يبغى الحرب ما توقف ليش هو يبغى الحرب ما توقف إلى الآن إحنا ما ندري فيه أجوبة لكن الضل الأجوبة غامضة يا شباب ما رح أرجع عيدها وأقولها لكم بس الفكرة إنه العميل السري من الممكن يكون هذا هو هنا موجود هذا طبعا مجرد احتمال وتوقع يا شباب ليست نظرية حكم ثابتة خلاص فقط للتأكيد فيمكن يكون ضوء عادي يا شباب ما هو ضوء العميل السري هذا يمكن يكون ضوء يتعلق بالأجهزة اللي موجودة هنا يا شباب لأنه مثل ما متم لاحظين يا شباب الأجهزة هذه هي أجهزة في إليها ضوء هذا واحد اثنين موضوع الكيماوي هذا يا شباب هو نفس الشيء لونه أخضر بعد يا شباب فيمكن يكون برميل هنا يا شباب شوية مضيء برميل كبير إلى موضوع الكيماوي هذا وصير المكان يعني فيه انعكاسات فممكن يكون برميل ممكن يكون شيء يتعلق بالكيماويات ملازم يعني يكون إنه العميل السري هذا هو هنا الآن أعطيناكم احتمالين بالنسبة إلى هذا الضوء الأخضر بس طبعا إذا كان العميل السري هو هنا موجود معناته في خطة واضحة ومهندسة بينه وبين منه وبين هذا الشخص يا شباب في خطة وش هو الخطة إلى الآن ما وضحت بشكل كامل لأن يا شباب لما الكاميرامان هذا قرر إنه يتجه إلى هذا المكان وإنه يبغي يجمع أدلة ويراقب ويشوف الكاميرامان هذا يا شباب الهكري اللي راح نسميه حاليا الكاميرامان المتعاون مع العميل السري طبعا إذا هو مو تأكيد إنه متعاون بس خلينا نقول إنه متعاون مع العميل السري حزة تحاضر إلين ما نتعرف عليه أكثر ويمكن بعدين نغير اسمه الفكرة يا شباب إنه هذه الشخصية هي عارفة وش تسوي فلما فتحت الباب خلاص تبغاهم كلهم يدخلوا هذا المكان وينزلوا تحت لكن في لحظة لما شاف هذا يركض حلو يا شباب هو خاف هو خاف أول شي طبعا يا شباب رجع على وراء شوية كان مستعد بس بعدين لما هذا انطلق وشافه راح يشيل كنتينر قال له وقف لو تلاحظوا يا شباب قال له وقف لا تروح أصر إنه يروح فأكيد هذا يا شباب هو عنده خطة وما يبغي يخرب الخطة أيضا لا تنسوا تكتبوا لي توقعاتكم وتحليلاتكم الشخصية بالنسبة إلى هذا المكان اللي ما يبين فيه أشياء بصراحة يا شباب مهما حاولت إني أزوم حتى لو كان هنا ما قاعد أشوف شي لكن يا شباب مثل ما قلنا لكم أكثر من مرة إنه هذه قاعدة خاصة إلى الإسكيبيدي وإنه فيه مكان تحت مو بس إنه مكان سطحي فيه طوابق ففيه طابق أول وطابق ثاني وطابق ثالث وما ندري وش هذا هو المكان اللي موجود هنا فهل هنا ممكن إحنا نشوف العميل السري أخيرا منشوفه يا شباب وش الرسالة اللي ممكن نشوفها لما تنزل الحلقة الجديدة للبارت ثري فالحلقة الجاية يا شباب تعتبر واحدة من أهم أهم الحلقات اللي راح تنزل يا شباب المفروض المفروض نحصل على معلومات أكثر الحمد لله يعني الحلقة هذه يا شباب فيه أشخاص شافوها مملة أو شي طبيعي أنه بالنسبة لي إنه فيه أشخاص بشوفوها مملة ليش؟ لأنه ما فيه ولا أي شخصية بطولية موجودة في هذه الحلقة ما فيه ولا واحد من التايتنس لا التايتن تيفيمان ولا التايتن سبيكر مان ولا التايتن ولا الجيمان ولا العالم كلها شخصيات جانبية هذا الشي طبيعي فيه أشخاص يبغوا يشاهدوا الحلقات بوجود التايتنس لأن يا شباب أنا حسب رأيي الشخصي في هذه السلسلة كل شخص يحبها لسبب معين فكل شخص معجب بشخصية معينة فيه ناس يحبوا هذه السلسلة عشان العميل السري فيه ناس يحبوا هذه السلسلة عشان العالم في ناس يحبوا العالم يا شباب عادي ترى في ناس يحبوا الأشرار في هذه السلسلة فكل شخص عنده أسباب الشخصية لكن الأغلب الأغلب والأكثر الفانس هم يحبوا التايتنس يا شباب فعشان كده فيه أشخاص ما حبوا هذه الحلقة ولكن هذه الحلقة يا شباب تعتبر مرة مهمة فخلكم مركزين لا تتحبطوا لما تشادوا حلقات مثل كده لأن فيها أسرار كثير وتوضح لنا أشياء كثير إلى أشياء مستقبلية وحلقات أسطورية أكثر ممكن تشوفها فهذه حلقة يا شباب تعتبر فريدة من نوعها وإن شاء الله في حلقة الجاية تكون حلوة وأجمل فيعطيكم العافية أتمنى أنكم استمتعتوا أهم حاجة الآن تأكد أنكم في عجرسة تنبيهات ودعس لايك في هذا المقطع ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية أنا عندي بعض التوقعات يا شباب لهذا المكان غير الأشياء اللي أنا قلتها لكم من قبل رأي أعطيكم إياها على شكل أسئلة هل هذا المكان هو سجن؟ هل هذا المكان هو لعلاج المصابين؟ بمعنى مستشفى هل هذا المكان هو مكان تحويل البشر إلى سكيبيدي؟ هل هذا المكان هو مكان كاميرامان مسجونين؟ هل هنا مقبرة؟ مكان ناس ميتين؟ هل هذا المكان هو مكان مستودع وقطع غيار؟ وليش لون هذا المكان صار لونه أحمر؟ هل هذا المكان هو مكان تعذيب؟ ولا هذا اللون الأحمر هو من ضمن جهاز الإندار؟ هل ممكن يصير فيه لقاء مع العميل السري في هذا المكان؟ الأسئلة كثير مهما أعطيتكم وبما أني قلت لكم أنه فيه عدة طوابق لهذا المكان فهل كل طابق من الطوابق هادي يعبر عن قسم معين للإسكبيدي وفي أي طابق مختبئ العالم